اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة وله تأثير عليه في حياته بالإيجاب أو السلب هل تعلم أن طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات أو قد يشعر بالعزة والفخر والإشباع النفسي فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء والرسل والصالحين أو محرما كالأسماء المعبدة لغير الله أو التسمية بأسماء الله تبارك وتعالى وقد يكون الاسم مكروها كالأسماء التي تنفر القلوب بألفاظها أو معانيها فلتحرص على أن يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد أثرها إلى أجيال متعاقبة